إذن أعزائي من هنا ينفتح عندنا باب جديد في علم الرجال إحنا إلى الآن دن أصل هذه الأصول إن شاء الله إذا بعض الأعزاء فديوم أرادوا أن يكتبوا مبانينا الرجالية حتى يتضح له أنه تختلف كاملا جواريا عن المباني المتعارفة لسيدنا الأستاذ وسيد الخوئي وغيرهم وهو أولا لا بد من تعرف على أن الرجل ثقة أم لا هذا وجه طبعا قلنا التعرف على وثاقته مو أنه والله النجاشي قائل أو ما قائل لا لا بد أن نذهب إلى تاريخ حياته لمعرفة أنه ثقة أو لا ولا قد يقول ثقة وهو كذا وقد لا يقول عنه ثقة وهو ماذا وهو ثقة هذا ما بيشك هذا عليه لأحوال هذا مورد الأصل الأول الأصل الثاني أن يتعرف على مستواه العلمي في المجال الذي نقل فيه النص بغير اللف لأننا نعرف أن هذا النقل بالمعنى كان دقيق أو غير دقيق ما يكفي أن يكون ثقة حتى لو كان ثقة ولكنه لم يكن عالما فقد ينقل الحديث بغير ماذا بغير معناه الحقيقي لأنه ليس من أهل الاختصاص الأصل الثالث الأصل الثالث هذا الذي لابد أن يضاف في علم الرجال عندنا هو معرفة سوابقه العقدية والدينية هذا من أين يجيه؟ هذا متربي في جو كله إمامي له متربي وين؟ ها؟ متربي في مكان آخر ثم جاء إلينا بعبارة أخرى معبأ عقدياً دينياً سلوكياً فقهياً شنو؟ باتجاه آخر ثم بيني وبين الله لحادثة لقضية انكشفت له الحقيقة فتبدل بينك وبين الله هذا يستطيع أنه هو لباس لابسه ثقافته وعقيته حتى ينزعه يلبس شنو؟ يلبس غيره أعرف وأعزة أعرف وأعزة من هؤلاء المستبصرين المستبصرين والذين كتبوا عندنا وكتبوا مهماتينا طبعت في المؤسسات عندنا وووو إلى غير ذلك كن على ثقة شخصاً قال لي مو لغيري قال لأنه وجدتك منفتح أريد أقول له قلت له قال والله هاي القضايا اللي تقول وها الزيارة وكذا وش اسمه أنا صالخ مستعى السنة لا ريحت زيارة الرضا ولا عدي شغل ولا أبداً منطقي جداً أنا شفته هواية الكلام شنو؟ منطقي لأنه بينك وبين الله وهابي وصاير شنو؟ شيعي اش تتوقع بيني وبين مئة وثمانين درجة انتقل هالصاب يعني لي مو لغيري قال لي لم أزر أسان قلت خمسة عشر هو قال لي عشر سنوات قال لي لم أزر عشر سنوات الامام الرضا قلت لي ما كفروا يعني شنو زيارة وهذا منطقي جداً طبعاً هذا ما يظهر لك يا ولكنه في فلتات كتابات وكذا هذه شنو سوف تظهر من غير نشعر بها خلوا ذينكم يا أعزائي إذن هذه المشكلة أعزائي مشكلة التخليط في المتن ومشكلة عدم الضبط ومشكلة كذا تؤدي بنا أن نتعرف على سوابق الرجل الذي ينقل خصوصاً أعزائي أنتم شايفين بعض الآن لو يتراجعون معجم رجال الحديث السيد الخوي بعض الناس يقول نقل لنا الفين وسبعمائة رواية نقل لنا الفين وثلاثمائة رواية نقل لنا الف وسبعمائة رواية وفي مختلف معارف الدين من التوحيد إلى الإمامة إلى المعاد إلى الفقه كل شيء ناقل إنه فإذا أنتم تتعرف سمارة تقول عزيزي تعال اخذ ثلاثين سنة من عمرك لا لا هناك مجموعة من هؤلاء الأشخاص يمثلون العمود الفقري لرواياتنا لا أقل تعرف على وضعك شوف من هو هذا عزيزي اللي إذا تأخذ مننا أنت دينك دينك تريد تأخذه يوم القيامة تروح كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يأتي هؤلاء الذين يمسحون على الخف أو الخفين يأتي يوم القيامة يشوف وضوء على جنب ها على جلود الأنعام لأنه هذا الخف كان عادة يؤخذ مني من جلود الأنعام ولهذا صارت مسألة فقهية بأنه إذا كان مذكى غير مذكى إلى غير ذلك موهشكل هو امكان يمسح على شنو على الخفين يقول يوم القيامة يجي يشوف هذاك تجسم الوضوء ما تجسم الأعمال الوضوء ما له وين يلقى ها على جلود الأنعام هسه قد يكون قاصر بل قد يكون قاصر أصلا يعني مو مقصر حتى يعاقب ولكنه بعد الأثر الكمالي للوضوء يحصله لو ما يحصله ما يحصله أعزائي أنت جنابك الآن تقول لي عمي والله سألت خمس نفرات بس تبين سائل مؤهل خبرة خمس نفرات قلت لهم أريد أروح المشهد فدل أنه طريق مولانا جزيرة واق واق وإنت صار لك ثلاث يام الدق حتى توصل إلى مشهد آخر المطاف تطلع من جزيرة كذا جيد فإنت وصلت مشهد لو ما وصلت مشهد ما وصلت مشهد تقول والله كنت معذور يقول صحيح معذور إقاب ما يعاقبك ولكن مشهدا ما توصل ليش نثني قضايا تكوينية قضايا وجودية السائر على غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعد حديث معتبر في أصول الكافر وحقراه لا تقول لي بل معذور ما يودوك نار جانب ولا يودوك ولكن درجات الجنة ما تحصلها نعم أقصاه بفضل الله الطبم للجنة ولكن هذه وين وأنك كل عمرك مقضيه حتى تصل إلى المقامات العالية وين أن تكون بجوار أمير المؤمنين وين هذا ما تحصل تحتاج هذا التحقيق